هلو هلو بحلقة جديدة وصفرة جديدة من صفر رمضان بميز شور نهاردة زي ما قلت لكم حنعمل المقلوبة لرمضان صفر رمضان الواحد بيبقى صايم ومش قادر ياكل يعني أكلة واحدة عايز دوق من كل حاجة شوية فقلنا مش حنعمل بس الفرق النهاردة مش حنعمل الفراخ سليمة يعني مش حنعملها قطع بالعظم كل اللي عملناه سلقنا الفراخ شوحناها الأول يا إما مدقطع يا إما سليمة شوية زيت حطينا بصلة حطينا جزرة حطينا عود قرفة فصين حبهان مثل الفراخ العادي اللي منزوده ليها وبيخلي لونها أصفر الكركم المقلوبة الرز بتاعها أصفر فلون البهارات الكركم بيخلي لون الشربة مصفر كده لو احتاجنا حنزود مكعبات مرأة بس هي طعم يعني أنا حتى قردي مرأة معها مكعبات في السلق عشان تطيني طعم فلو زودتها ميا وحطت شوية ملح مش محتاجة أزود مرأة لأني حتى مكعبين تعالوا نعملها مع بعض عندي هنا الطبق الأساسي حضروا كل حاجة أنتوا كمان عندي هنا البتنجان مقلي النهاردة عملتوا بطريقة مختلفة مش دواير عملتوا بالطول نحاول نبطن كده لحلة شوية عندي بطاطس 3-4 سوى وعندي الأرنبيت مقلي من غير ولا ما يتسلق ولا يتحط له بيد ولا أي حاجة بصوا بتبقى حتى ناشفة كده ده بيدي له طعم حلو جدا سواء كان بالطاجن أو شايفين روزاتس مقلية بس من غير ولا أي حاجة في الطاجن اللي هنعمله بالطحينة أو في المقلوبة عندي الرز ممكن رز مصري أو رز بسمتي نهاردة حبيت أستخدم الرز البسمتي منقوع وعندي الفرخة فرخة واحدة سلقاها ومنسلقها شايفين حتى واخد اللون المصفر من لون الكركم هناخد الحلة دلوقتي وتعالوا نركب المقلوبة ناخد جنبنا كل المكونات مكوناتنا رز تعالوا نبهر الرز الأول هو هياخد لون أنا بحط لون مع الشربة بس هنحط له شوية كركم وشوية بهار مشكل وححط له شوية زيت ونحط له رشة ملح وحلبس الجلوفز وقلبه كده دي طريقة من طرق فيه ناس بتحب تبهر الرز دايما في أكلات كده قبل ما تدخل في السوى لأنه مش هنحركه لما نحطه هنعمل زي طبقات فحنعمل إيه؟ هنقلبه هنا كده الرز البسماتي دايما نتعامل معاه بحرص عشان ما يتكسرش هنديله تقليبة طيب هنبتدي أول حاجة بالبتنجان هاخد البتنجان وابتدي أبطن الحلة هنبتدي كده وحطه تحت هاتنخلي دول كده الأطراف زهرة معانا كويس أنا عايزة أسبتها لكم هنا ونشتغل أقلب بس الكمام بصلكم النهاردة التوب الفلسطيني التقليدي ليه فيه طبعا منه أشكال وألوان وكل مدينة بفلسطين يعني ليها بنسميها غرزة كده معينة اللي هي الرسمة وليها لون توب ومن الحاجات التراثية اللي بنعتز بيها جدا جدا ومنلبسها علشان ما يتمش ادعاء إنها البلد تانية لأنه ده التوب جدتنا اللي كان يعودوا بالشهور علشان يترزوه بياخد تقريبا تيتا كانت تقولي أربع شهور التوب بذات توب العروس ما كانتوش طبعا يلبسوا فاستين بيضة ولا حاجة دايما بيعتزوا بالتوب التقليدي بنبطن أهو بتبقى شكلها حلوة في التقديم مش هتفرق في الطعام طبعا بس التقديم أما إنه إحنا متكلم رمضان وعزومة حلوة قوي بقى شكلها كده البتنجان ده مقلي بالزيت عادي ممكن فيه ناس تحب تقلل الدهون تعمل إيه؟ تدخله تدهنه بزيت وتدخله الفرن نحط دي كده الفراغ اللي تحت برده ممكن نقفله بوحدة صغيرة كده نتنيها على طبقتين ودلوقتي حنحط طبقة من البطاطس اللي قلنا مقلية ثلاث تربع قليل في ناس كبه ممكن تعملها بالإيرفراير على فكرة البطاطس نجحة جدا تدهن كده بشوية زيت وتتحط بالمقلاق الهوائي معرفش أنا بالعزومات أكيد ما بعملش يعني حاجات في المقلال الهوائية عشان يعني مش ضمنة إنه يعجب الناس بس الساعات ببقى عارفة إنه في حد عامل دايت فدايما بفكر لو عارفة إنه حد عنده نظام غذائي أو مقلل الدهون لسبب صحي أهلينا ربناي يخليهم لنا هبحبوا الأكلات دي وبرمضان ميقدروش يقوموها نقلل لهم شوية الدهون لو نقدر فهنحط طبقة من البطاطس وتعالوا ناخد طبقة من الرز نحطها كده وعلى فكرة لو عايزين طريقة تقليدية التقليدية عملناها كذا مرة كتبوا ميشو مقلوبة على اليوتيوب وحتلقوها هحض الوقت طبقة من الأرنبيت وزعوا كده هنا على الأطراف المقلوبة يئمة بتنجان وبطاطس يئمة أرنبيت وبطاطس يئمة التلاتة مع بعض الكمبو دا بيبقى في العزومات بس الأرنبيت والبتنجان بيطعاموا الرز اللي حواليهم بطريقة حلوة جدا البطاطس تفرقش قوي في طعم الرز يعني ما بتضفلهاش ناكهة مختلفة بس الرز اللي جنب الأرنبيت والبطاطس بيبقى خطير هتونرصها كويس كده هنخلي شوية أرنبيت قولنا للطاجل هنا هنحط طبقة بطاطس تاني نوزعها ونحط طبقة بتنجان نكمل باقي خلي البتنجان دا نحطه على الوش الفراخ دلوقتي ممكن نوزعها تحت ممكن نوزعها هنا مطرح ما احنا عايزين كده كده هتكون بين الرز طبعا أول ما نقلبها حلو شكلاه يفضل زي الكيكة بعدين لازم نحرك السنية كده عشان تتفرد كل المكونات نحط الفراخ إذن دي فرخة كاملة تحبوا توزعوها بكذا طبقة يعني مع الطبقات ووزعوها ممكن ناخد دلوقتي البتنجان لا الرز الأول نحط رز بالنص هنسويها مع بعض أنا بغلي الشربة عشان نسرع السوا نحط رز وناخد البتنجان نحطه بالشكل ده على الوش لو نقص معانا أنا قلية شوية هنا عندنا ممكن نحطه عندي ممكن أاخد واحدة من هنا واحدة كده تمام وتعالوا ناخد الشربة بسم الله الرحمن الرحيم خلاص أقل على الجلافز واجيب بس فوتة عشان الحلة سخنا نبتدي نسقيها وطبعا الحركة دي نعملها قبل التقديم بساعة بالكتير يعني ممكن 45 ديئة لساعة احنا هنحطها دلوقتي مع بعض وان شاء الله هتستوي معانا على الهواء احنا بس من فلفل الرز البتنجان اللي فوق حمالي الرز من انه لما نحط الشربة كده يشكله يتغير يعني يتنطور نشوف الرز كده ممكن نحتاج شوية شربة كمان خلاص هي المقدار ده نغطيها تماما بس وعلى النار هاتو تغلي غلوة وبعدين زي ما نفعل في الرز عادي حط لها ورقة الزبدة ونغطيها ومن هنا لأخر الحلقة تبقى ان شاء الله استوت وكمان نزينها بشوية لوز مش هقولكم سنوبر بقى يعني لوز ممكن هو اللوز اللوز حالي معها وشوية بقى دونس كده على الوش وتتقدم جنبها صلات الزبادي بخيار صلاتة خضرة اللي انتو عايزينه طيب هنا الشربة بتادي تغلي حتلع فاصل حوطيها بالفاصل حوطي النار خالص أحط ورقة تزد وغطيها ونرجع نكمل بقى الوصف ترجمة نانسي قنقر شوفوا غلية كويس جدا اهي شايفين البابلينج بتغلي بتغلي يعني منغطيها كده ونوطي النار ومنغطيها اهو نقفلها كويس الورقة دي جماعة بتساعد في السوا بشكل كبير وورق الزبدة وورق صحي لاستخدام مع الأكل بس خلص حوطي النار بس كده ونسيبها تتفلفل كل حاجة مستوية الفرخ مستوية الخضار مستوية الروس بس يستوي دلوقتي انا عايزة اتطمن بس على الرز بس هو الرز بس بسم الله ما شاء الله اهو لسه عايز شوية حنسيبو مش عايز مية هو لسه في انا حسى كده لسه في سوائل نسيبها اهو معانا الاخر حاجة في الحلقة نقلب المقلوبة دلوقتي جي وقت قلب المقلوبة انا عايزة اتشيل دي بقى من هنا ونحطها هنا عشان نقلب المقلوبة بقى براحتنا اغسل ايدي من الفصدق والحلويات ونقلبها هاتنروق هنا نشيل الشربات الله يمسي بابا في الخير وكل أبهاتنا اللي دايما في لقطة قلب حلة المحشي وورق العنب المقلوبة هم اللي بيجوا وبيقلبوها لنا بقولوا حشتني وكل سنة وانت بخير يا رب تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم توتر انا من اللحظة دي نفكها كده شوية هيبنا لا دي اي 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 اكنترول هنقلبها ونودي الحاجة عالصفر استنى بسم الله الرحمن الرحيم يا رب كنترول مش مبسوطين انها تقلبت بسرعة عايزين مشاكل عايزين قلق لازم نطبل عليها تأكد ان كل حاجة نزلت يا رب يا رب تطلع شكلها حلو يا رب بسم الله الرحمن الرحيم خدوا اللقطة يا كنترول لا ساحنا البتنجان من فوق شوية بس هنعمل ايه حالا هتشوفها نتصرف ازاي خلينا نقول عندنا عزومة وعملنا كده سبناها على النار شوية هنقوم شايلين الاطراف دي كده هاتوا نشيلها في طبق قلت لكم هي المقلوبة لازم تتعامل كده عشان نشوف الحشوة بس اول ما تنزل نشيل الاطراف دي اهو عشان نقهي البطاطس هي اللي زهرت ونحط شوية اينها البقدونس هاتوا نفردها بقا هيا دي اللقطة شايفين نفردها كده ونحط البقدونس الفراخ فين بقى الفراخ في النص يعني كل واحد يقدر ياخد بتنجال وبطاطس وقرنبيت والرز والفراخ نحط المكسرات الدرس المستفاد ما تسبوهاش على النار على حرارة عالية قوي هتنوزعها كده ونحط لها لون حلو بالتشاري توميتوس على الوش والكنترول بيقولولي يلا 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 زي بالزبط وقت الادان والامهات لنا الله هيا بنا الى السفرة ناخد المقلوبة الاول بسم الله الرز البسمتي طالع مفلفل وخطير انا عايز اوريكم الفراخ حطهم كده دول ونجيب حلاوة الجبل طبق الحلويات السريع حطوه في التلاج خليه يسقع ويطلع بارد صفرتنا النهاردة عمرة باكلات شهية شامية وابتكارات كده على جنب من بواقي البتنجان المقلي اذا المقلوبة عزواريكم الرز متفلفل ازاي لانه الناس كتير بتسألني عن الرز البسمتي بصوا بسم الله ما شاء الله بصوا هتناخد من هنا شايفين الرز حبة وحبة من اشهى انواع الرز لو الطبخ صح وعملنا كمان حلاوة الجبن وصلتها كده بسيطة اوصلت الزبادي وخيار صفرتنا دايما كلها يوميا تبقى موجودة على صفحتنا على الفيسبوك مايشو تيفي وكمان كل حلقتنا على اليوتيوب على صفحة القاهرة والناس كل عام وانتو بألف خير رمضان كريم وكل يوم مع بعض بصفرة شاهية مع مايشو أحبكم وبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة